أعلنت دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوبتون تي سيفن نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر وذلك في جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد بمدينة شرم الشيخ أكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر وذلك تبعا لاتفاقية الاستضافة معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية لهذا المؤتمر لما نجحت في إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية الاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في خطة الاستدامة التي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية وتشورية وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المصر قدمت قصة ملهمة في القدر على تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة لتصبح نموذجا حيا يعيشه رواد المؤتمر ليتغنوا بها في مختلف المحافل ترجمة نانسي قنقر